على الكتاب القسام تنفيذ كمينا مراكبا ضد آليات الاحتلال المتواغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع دي ناين بقذيفة الياسين 105 ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها وسائل الإعلام الإصالية ترفت بمقتل ثمانية جنود وقالت إن الآلية انفجرت واشتعلت بجميع من كان داخلها وإن عائلات القتل قبلغت بمقتل أبنائها